أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح رئيس اللجن المكلفة بالإعداد للانتخابات النيابية الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء والذي عقد بعد ظهر اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء أحاطه علما بآخر نتائج أعمال اللجنة والإجراءات التي تم اعتمادها في إطار الترتيب والاستعداد لعملية الانتخاب في ظل الظروف الصحية الاستثنائية والتي تعيشها البلاد جراء استمرار جائحة فيروس كوفيد 19 بهدف تمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسرى ومراعاة الالتزام بالاشتراطات الصحية لتجنب انتشار العدوى والمحافظة على الصحة العامة وفي السياق حاط وزير الصحة المجلس علما بالوضع الصحي في البلاد كما استمع المجلس إلى عرض مرئي قدمه قيادي الوزارة حول الوضع الوبائي لجائحة كوفيد 19 متضمنا تشديد الصحة على ضرورة الالتزام بحظر التجمعات وتعديل التشريعات بهدف فرض غرامات مالية فورية على عدم الالتزام بارتداء كمام الوجه الواقي وتكثيف الحملات الإعلامية بأشكالها المختلفة لزيادة الوعي المجتمعي يشغل عEx الوضع قدم بجرد